دانت منظمة الصحة العالمية القصف الجوية الذي شنه طيران العدوان الصعودي على مستشفى عبس المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود في محافظة حجة المتحدث باسم المنظمة طارق جسار في مؤتمر صحفين عقده اليوم في جنيف أوضح أن السلطة الصحية المحلية أكدت مقتل 18 شخص وإصابة 18 آخرين بعد ساعة من وقوع الهجوم كما أدى الهجوم إلى تدمير المستشفى بشكل جزئي فيما تم إجزاء المرضى والموظفين المتبقين وتابع قائلا وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود كانت محافظة حجة تعاني بالفعل من تعطل الخدمات الصحية بشكل خطير وعنقص العاملين في المجال الطبي فيما أدى استمرار القتال البري العنيف والقصف الجوي إلى إغلاق المنشآت الصحية ومغادرة العاملين الطبيين منظمة الصحة العالمية دعت إلى حماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الصحية الطبية وفقا للالتزامات والتعهدات بموجب القانون الإنساني الدولي